جيبا شوي اخر في عجب سنون فكركم بالليكادو متاعنا 72-328-500-400 دينار اليوم في الزلقة فلقة في الكانيوتا متاعنا وفي ساعتنا الثالثة في جيبالك في الثقافة العام عندكم إيبارج موك وكوبل في أوتيل لابلايا حمامة سودون بشكل بحضينا ذيفتنا الفنين التونسية دورة الفورتي سنون وقاية هذا وقاية المريقل أمين المريقل المريقل اليوم جورني في فالي برشا ما تشويت مزينين تنجم وتتفرجوا فيهم برشا ما تشويت منهم مباراة الأهم على نحن تونس كوستاريكا زيدا فما ما تش اخر يهمنا شوي الستة يتلعب بين سويسرا وبانما بانما منافسنا بطبيعة في المونديال مع الستة متاع العشية ما تش اخر يهمنا زيدا المنتخب اخر شرعب معنا في المونديال هو المنتخب البلجيكي مع ثمانية غير بعض ضد منتخب السعودية يعني بلجيكا السعودية مع ثمانية غير بعض وزيد المنتخب الثالث اللي معانا في المجموعة المنتخب الانجليزي الشوك الليلة ثمانية في ويمبلي ضد المنتخب الايطالي انجلترا ايطاليا اليوم افيش مزينة برشا سينولا فيش الابرز في مباريات اليوم ثمانية غير بعض ألمانيا لبرازيل بانتقام 2014 يعني اليوم السحافة الألمانية كتبت قلت نحن هي مجرد مباراة تحذيرية للمونديال بش نعرفوش كون لخمستاش اللي بش يكونوا ظاهرين في المونديال بار كونتر بش تكون مباراة ثقرية للمنتخب البرازيلي لكن بالرغم انها بش تكون ثقرية للمنتخب البرازيلي وهكا كتبة الصحافة الألمانية قالت نحن سيحطينا اسمنا في التاريخ ان نربحنا لبرازيل في المرة كانا سبعة واحد يعني الحاجة اللي يلتاوي تسل لي برازيلي يقول لك حلمة ذي كبوس ما نصوروش حاجة صحيحة فاما بارشا ماتشوية تخرين مزينين فاما مع ثمانية ونص زيد اسبانيا لارجنتين ماتش مزينة نجمة وتتفرجوا فيه كما قلنا انجلترا ايتاليا مع ثمانية امتاع الليل مع ثمانية غيربوعة كما حكينا على المانيا لبريزيل مباراة منتخبنا مع السبعة امتاع العشيرة وبالنسبة بارشا عبيدنا وغلطين طويق فاما الساعة زيدة اللي في بي سيات هم ساعة زيدة ويدخلوا على اللي سيترا فاما ساعة زيدة نقصوا ساعة باش تعرفوا الأوقات صحيحة متاع محتوطة الثمانية محتوطة الثمانية تونس اللي هي السبعة ما تشوية لكل محتوطين زيدين ساعة اللي هم تاويكا زيدت الساعة في الأوروبا على كل تونس كوستاريكا فاما زيدة بلجيكا السعودية ألمانيا لبريزيل فاما انجلتير إيتاليا الماروك لكن هذو ما أبرز المباريات نحكيه زيدة كانت حب نحكيه على تشكيلة المتخب الوطني اللي تونس اللي بش تكون اليوم هذي تشكيلة الأساسية اللي بش تكون معاز حسن في حراس المرمى مش فاروق اللي بش تكون معاز حسن هو حارس المرمى ديلان برين مش تكون على الرواق الأيمن اللي لعب زيدة أساسي ضد متخب إيران علي معلول زيدة اللي كان أساسي ضد إيران اليوم نلقوه في الرواق الأيصر سيام بن يوسف وياسين مرياح في المحور يعني سيام بن يوسف اليوم يعاوز يوهان بن علوين سيام بن يوسف بلاستو كيل عادة موجودة إلياس السخيري فرجان الساسي في وسط الميدان ومعام أنيس البادري اليوم في مكان أمين بن عمر في اللاتاك مش نلقاه ونعمس لتي سيف الدين خاوي وهبي الخازري يعني بريسك نفس تشكيلة اللي واجهة إيران وزيدة يوهان بن علوين اللي ماهوش بشيالعب بشيكون سيام بن يوسف اليوم في التشكيلة الأساسية وانيس البادري مكان محمد أمين بن عمر سينو نفس التشكيلة اللي هبطت المباراة إيران يعني كنشوفو زوز مات شوية تكاية يظهر أنه فما ملاعبية أنه بشيكونوا أساسيين وأنا نجارنتي لك منتوى أنه مثلا ياسين مرياح علي معلول فرجان الساسي وهبي الخازري هذوم أربعة ما فيهمش حديث بشيكونوا أساسيين مرضية في التشكيلة بتاع المنتخب بشيكون الرواق الأيمن شو اسمو العمود الفقري بتاع المنتخب وطني التونسي بطبيعة مع عودة يوسف المساكني بشيكون ممكن سيفة دينا الخاوي إيكارتي بشيكون هو مكان سيفة دينا الخاوي سينو أنيس البادري بين الشك واليقين خطر زادة كي يرجع أمين بن عمر ممكن يكون هو أمين بن عمر الأساسي في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي ليس صغيري زادة بنسبة 90% حسب المردود اللي شوفناي كونتر إينا إيران ويناجم اليوم يكون في كونفيرمي ضد المنتخب الكوستاريكي عليه معلول ما نحكيه وش عالي صار بشيكون الرواق الأيمن دي لان بروين طوي هذا ثاني ماتش لي بشيكون كأساسي مع أنه النجاز المارلي فات كهبات عمل ميتون مزيان برشا بتبقى الرواق الأيمن في شوية حديث والجارديان بطبيعة مزينا ذاك اللغز الغامض في المنتخب الوطني تونسي شكوم شكون الحارس الأساسي في مونديال روسيا 2018 فهما حاشي عجبتني أنا ويظهر لي في اللي طبعته على الأقل في الكورة من اللي بديت نتبع في الكورة في الإيكيب ناسيونال يظهر لي أول مرة عن الإيكيب ناسيونال كل بوست في هزوز ما تنعيش مش تخير واحدة لواحد صحيح تليم مهم حتى وصلنا حتى أكثر منزوز صحيح طولة ريير جوش اللي كانت مشكلة لإيكيب ناسيونال قبل يقول لك نحن بارشة وينسي قل لك تفنها مع برخيصة الظاهير الأيساك شخلينا جنسنا كليتون جيبنا روف بوزيين زيادة رجعناها كان يلعب البرة تويكة ولا عنا علي معلول عنا أسامة الحديدي عنا خليل شمام والناس تحكي على علي العابدي زيادة اللي ما تمت ما تواجهت لهش للدعوة يعني في رواق الأيسر العكس تواولينا في الليمين في الليمين فهم زوز في الليمين بو فهم دي لان بروين ما هوش أريير درواء دو ميتية معنى ما هوش بوست متاعه يعني أكسيال أكثر منه أريير درواء حمدي ناجيز زيادة بو هو أريير درواء معنى تواجد لكن يعني حتى الجبارين متاعه غير وبرشة يمشي يميح أكثر للأكسيال ولا حتى النجم يكون بيو على كل إن شاء الله زين المنتخب النوطني تونسي نذكروا اليوم السبعة في الاليانز ريفيرا في نيس ملعب الاليانز ريفيرا ويعرفوا برشة بس مصرار في الملعب ملعب لكيب متاعه موجود خيب بيان هنا مريق اليوم اليوم العالمي المسرح دونك أيام المسرح المدينة أيام مسرح المدينة الي بيش يكون تنظيمها في المدينة الثقافية دونك حتكش النهار 31 31 مارس سينو بيش نكمل في المريق لما زالوا برشة أخبار في المريق لبعد الإشهار على خطر جو العيلة في تونس كيفو ما تلقاش جي ان في تقرب لبعيد وتوفر لكي السيرفيز اللي كيفو ما ثماش الراحة والكنفار هي اللي تعيشنا متعة تسفر على البحر واللحظة الحلوة اللي ما تتنساش على هذك من سفر كان معها أنا وعيلتي وكرهابتي رزرفي من توا وتمت